السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شراكم لبنات شرا تكونوا كامل بخير اليوم راح نهضرو على كيفش ننظم طريقتي في تنظيم مواد تنظيف لنغسل بهم الأواني متاعي يعني أنا اقتنيت هذا السبار هذا يعني رائع لبنات إذا لقيتوه ماذا بيكم تجيبوه يعني جمع لي كامل المواد التنظيف متاعي ونقدر نهزهم بسهولة ونحبطهم بسهولة يعني قبل ما نبدأ نهضر في التفاصيل يعني أنا القناة نتاعي بسيطة جدا ويعني نستخدم أشياء بسيطة جدا على حساب إمكانياتي يعني كما كان من الناس ما نديرش حويش يعني فوق طاقتي بزاف بس حكين أمور بسيطة بس حصدقيني تنظم لك حياتك بزاف بزاف يعني هذه واحدة من الفكرات اللي فاتوا عليها أني نطنت لي يعني سهلت لي حياتي اليومية هذه لقيتها بـ 12000 سعرتها بـ 12000 كما تشاهدو أنا راح نفرغها يعني هاي ليك بلاستيك يعني فيها الثقب من هنا وفيها هذا باش إذا تحبي تلسقيها في الجيدار يعني أنا قلت ممكن ذلك نلسقها هنا في هذا المكان لكن يعني كما كتشاهدي طارت يعني هي تطير بـ يعني مع البخار والطياب كما تعرفي هذا ويتنحى وأنا واش قلت يعني نحيهم وندير زوج ثقبات في الحيط يعني ما زال ما ثقبتش الحيط نتاعي ونعلقها وبهذا الطريقة يعني نتتهجس ونقدر يعني ننظف الأرضية تاعي بسهولة وهذي تحكم الحيط كي نحب نحي ننظفها يعني نحيها ونعود نرجعها كي ما قلت لك سعر تاحاتنا عشنل فيها هذ المكان يعني هنا نحطه لـ الإيزيستانة والأومونتانة بهذا الطريقة جافل وهنا تحطي لـ تحطي لهذا اللي جاكستاوك يعني بش يتقطروا بهذا الطريقة رح يتقطر كامل كي تكملوا يتقطروا انتي اكيد رح تمسحي تحتها هذي الفكرة هذي قرعة شامبون كانت قرعة شامبون انا بعد ما فرغت من شامبون يعني قديمة رجعت نحط فيها لـ إيزيس إيزيس غبرة ولا تاست الغبرة يعني نغسل به لو معنا ساعة نفضله على إيزيس السائل كان أمور يعني يصدقوني لـ إيزيس الغبرة يخرج لك للأواني ولبعض الأوساخ الدهون يعني أقوى أحيانا من الإيزيس السائل يعني هذي تدبيرتي لليوم نتمنى أنه تستفيدي منها وانتظريني في فيديوهات قديمة إن شاء الله